تشهد شوارع العاصمة بغداد في الأوينة الأخيرة زحامات مرورية خانقة تسببت بشلل الحركة في أغلب الطرق الرئيسة وعبر سائقو مركبات التقتهم الرشيدة عبروا عن غضبهم نتجة مشاريع توسعة الطرق التي أطلقتها الحكومة في آن واحد وقالوا إنها أثر سلبا على حركة مرورة فيما أبدى موطنون وأصحاب الدخل المحدود عن امتعاضهم لكونها أثرت بشكل مباشر على أرزاقهم مين متروح يعني زخم مرور يعني تعرف المشوار يطول ربع ساعة يطول ساعة ونص الثق بالله العظيم المشوار أبو نص ساعة يطول ساعة ونص فسبب كثرة المشاريع كلها صارت بآن واحد يعني فاللي ريد من الله ومنكم يعني تسويونا حل وتلقونا حل هاي الأمور تفرض أن يكون في السياقات عمل وتخطيط مسبقة لهذا الموضوع لأن مثل ما تعرف هنا عاصمة وداما ارتكاز الزحامات والدوار والمراجعات والمحافظات تصير هنا موجودة بالعاصمة اشتديهم وما جاي يشتغلون وبساحة عدن وهاي النفق جاي يسوون إن شاء الله بس الشوارع عملتنا كلها مزحمة كلش لأن الصبح لأنها مزودة طرق كلها مزودة ساحة عدن مزودة زعفرانية زين لما تطلع مننا على الشاط كلها مزودة الزحامات كل سقوية احنا حمات من الواحد يطلع على باب الله ينشوف الزحامات ما يقدر يطلع يقعد يبند ما يقدر يشتغل الإنسان هسا العراق يفرح بيش مشاريع لأن هي مشاريع خدمية وتشوي يعني سهل عملية المرور السيارات والنقل وصح هي صارت في آن واحد يعني وعدة مشاريع لكن هي تدري حضرتك تحتمد وين على ميزانية الدولة ميزانية الدولة يعني تنطلق في تاريخ واحد موحد زين واللي المعلومات تسلي واردة اللي منها نسمعها ومنها زين ونقراها سواء من كل وسائل الإعلام أوكوا بعد وجوة ثانية من شاريع فالحقيقة يعني مو كلها بنفس الوقت يعني ومع ذلك احنا نعصح صارت كإقتناقات لأن ماكو بديل إليه يعني بس هذا هو الوضع مالد هذا العراق المفروض يعني واحد يبدأ يشتغل أنه فترة فترة يخلص مشروع يبدأ مشروع لأخ لأن هي بغداد بل الشيء أنه كثرانة بالازدحامات وبالهذا من وراء السيارات والتقاطعات أنه الطرق قليلة على مدهاية المفروض واحد يعني يخلص أنه مشروعه يكمل يبدأ وغير مشروع صار الزحام؟ هذا أثر على الزحامات يومياً؟ يومياً هذا الزحام يعني أجعت الدوامين هاته؟ من الصبوح للليل يبدأ يعني أوقات أنه بالليل فايت وقت واحد يطلع يعني نسأل عدة طبيب العدة مستشفى شلون حلايل الزحامات هي كلها متبهذلة على هاية